سلوكيات النظام التركي وشخصيات مرتبطة به توصف بالعنصرية والاستفزازية خاصة في الداخل الأوروبي وباتت مثاراً للقلق والامتعاض في أوروبا ولعل آخرها الإماءات المسمات بتحية الذئب التي قام بها لاعب كرة قدم تركي خلال إحدى مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وذلك قبل أيام من زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان لبرلين لحضور مباراة هناك على خلفية هذه الحادثات الأخيرة استدعت ألمانيا الخميس سافير تركيا في برلين غادات قيام وزارة الخارجية التركية في الإجراء ذاته مع السفير الألماني في أنقرة حيث ترتبط هذه الإماءات بتنظيم يدعى الذئاب الرمادية وهو تنظيم قومي متطرف مرتبط بحزب الحركة القومي التركي أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعامه أردوغان وزيرة الداخلية الألمانية نددت بتصرفات اللاعب التركي ميري ديميرال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي وقالت إن استغلال بطولة أمم أوروبا لأغراض عنصرية أمر مرفوض بشكل قاطع وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تحقيقاً مع المدافع التركي ميري ديميرال بعد قيامه بتلك الإيماء بيده على شكل رأس ذئب احتفالاً بتسجيله هدفاً حلال مباراة بطولة كأس الأمم الأوروبية ضد النمسا مساء الثلاثة وتأسس تنظيم ذئاب الرمادية القومي العصري في الستينيات وكان ضالعاً في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو خمسة ألاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980 ويخضع هذا التنظيم للمراقبة في ألمانيا وهو محظور في فرنسا ورمزه محظور في النمسا ترجمة نانسي قنقر